تعادل نادي أهلي حلب مع الكويت الكويتي في المباراة الرابعة إلوه في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي واللي بسبب هاي النتيجة نقدر نقول أنه رسمياً أهلي حلب خارج البطولة أو ما حيتأهل للدور القادم المشكلة أنه أهلي حلب دخل في قول بأول عشر دقائق علماً أنه هو اللي كان مطالب بالتقدم وبالتسجيل وهذا طبعاً لأسباب كثيرة منها أنه عدم تركيز، خوف ببداية المباراة، تراجع غير مبرر على مستوى الأسماء يعني أنا أظن أنه أهلي حلب ما عنده أفضل من هيك هو لعب بطريقة 4-4-2 الطريقة المعتادة بالأسماء المعتادة أن صح التعبير أحسن شي صار بالشوت الأول أنه أهلي حلب قدر يتعادل وعن طريق محمد نايف كمان هذا اللاعب إذا ظل بهذا المستوى أنه عم يسجل أتوقع إنه مستقبل جيد الفكرة أنه أنا ما بدي أحلل فنياً أو تكتيكياً أو بدي أحكي كثير عن مباراة لأنه بصراحة أهم شي من المباراة هو الفوز وهذا الشي ما تحقق اللي صار أنه الشوت الثاني كان أحسن من الشوت الأول هذا المعلق مثلاً ذكره بأكثر من لقطة إحنا بيّن علينا تعرفوا ليش كان الأهلي بالشوت الثاني أفضل من الشوت الأول لأنه بصراحة فريق كويت لكويتي ما نه فريق قوي ولا نه أفضل من أهلي حلب لكن الأهلي كان أقل منه أو أسوأ من الكويت لكويتي فلذلك أنه إحنا ما قدرنا أنه نتقدم ونفوز الشغط الثاني كنا أفضل لأنه لعبنا لعبنا اللعب اللي نحن متعودين عليه ثقافتنا الكروية اللي نربي عليها الناشئين والأشبال ونربي عليها أبناء الكرة السورية أنصح التابير طلع كرة طويلة لقدام سقطها وراء المدافعين شوط من براء المنطقة إلعب العرضية كيف ما كان وصلت لرأس المهاجم ممكن يسجل ما وصلت خلص أرجع من أفضل الشغلات اللي صارت أنا اللي شفتها بالمباراة هي بصراحة مشاركة أنس الدهان لاعب عمره 17 سنة هذا العمر حاليا على مستوى العالم هو العمر اللي يبرز فيه اللاعب واللي ممكن أنه تنسق الموهبته وممكن أنه يحترف ويطلع ويتعلم كرة قدم صحيحة اللاعب جيد بس عنده أخطاء مثلا بالعرضيات عنده أخطاء مثلا أنه ما بيرفع راسه بشكل صحيح لكن هذا أنا برأيي هو أكبر مكسب لأهل حلب إنك تقول لي والله هذولة أبناء النادي وهذا يعني أنه مستقبل النادي وأفضل شيء إلنا وما عندنا مليارات وما عندنا فلوس وما بعرف إيش وهذا الكلام كل الأعذار هي أعذار جيدة هذا المثل لازم دائما نحطه ببالنا ما لازم على طول أنه نبرر إحنا بصراحة عندنا أفضل من هيك وأكبر دليل أي لاعب من سوريا لما يطلع لبرة بأي دورة حتى على مستوى الدوريات العربية إحنا طبعا ما عندنا حدا بيروح أوروبا إلا ما رحي مربي يعني مرة محمد عفا شو مرة ما بعرف مين بيبدع بيعمل شيء لأنه بصراحة الكرة القدم موهبة جينات تسقل بالتدريب إحنا ما بنعرف ندرب صح معنا الراشد ما بتعرف شو كان بده من المباراة لك حتى المحترف هذا اللي نزله لك أسوأ من أسوأ لاعب بالدوري السوري هذا المحترف من وين جايبينه ما بعرف أنا بصراحة دخلت هذا الفيديو بس إنه من باب الدردشة من باب إنه إحنا لازم نشجع بعض أكثر لازم هاي البلد تنهض رياضتها خلص اللي فات مات مثل ما نقول ونطلع دائما لقدام ونشوف بكرة شو بدنا نعمل كل التوفيق للأهلي بالمباريات الجاية كانوا على مستوى الدوري وإن كان بالمباراتين المتبقية إلو بكأس الاتحاد الآسية وإن شاء الله يقدر يعمل شيء وإن كان مشرف أتمنى أنه الإدارة إدارة نادي الاتحاد أو أهلي حلب أنها تشوف هاي اللاعبين بحاجة لحده فعلا يدربهم صح ويعلمهم صح على مستوى الاستلام والتسليم وإيمة لازم يضغط وإيمة لازم يدافع وإيمة لازم يرجع للأسف ممثل سوريا الثاني مبارح الفتوى واليوم الأهلي الاثنين خارج كأس الاتحاد الآسيوي شوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته